قرار مفاجئ سيف زاهر يكشف عن أول الراحلين عن الأهلي كشف الإعلامي سيف زاهر عن أول الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال هذه الفترة حيث يسعى النادي إلى تدعيم صفوفه بصفقات جديدة مع بداية الموسم المقبل وذلك بعد موافقة مارسيل كولر المدير الفني على رحيلهم بنهاية الموسم وأوضح زاهر خلال تصريحاته التلفزيونية في برنامج ملعب أون تايم أن أنتوني موديست سيكون أول الراحلين عن الأهلي حيث انتهى عقده مع النادي بنهاية شهر يونيو الحالي ولن يستمر في الموسم القادم بعد الاتفاق مع إدارة الكرة في النادي وأضاف أن النادي حاليا يقوم بصرف المستحقات المالية لموديست وذلك استعدادا لرحيله نهائيا عن صفوف الفريق بحلول نهاية شهر يونيو يذكر أن أنتوني موديست انضم إلى صفوف الأهلي كصفقة انتقال حر وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات المالية والتعاقدية في بداية الموسم بهدف تعويض رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي ترجمة نانسي قنقر